المزمور الحاب عشر لإمام المغنين لداود على الرب توكلت كيف تقولون لنفسه ربوا إلى جبالكم كعصفور لأنه هو ذا الأشرار يمدون القوس فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجا مستقيمي القلوب إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل الرب في هيكل قدسه الرب في السماء كرسيه عيناه تنظران أجفانه تمتحن بني آدم الرب يمتحن الصديق أما الشرير ومحب الظلم فتبغده نفسه يمتر على الأشرار فخاخا نارا وكبريتا وريح السموم نصيب كأسهم لأن الرب عادل ويحب العدل المستقيم يبصر وجهه المزمور الثاني عشر لإمام المغنين على القرار مزمور لداود خلص يا رب لأنه قد انقرد التقي لأنه قد انقطع الأمناء من بني البشر يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة بقلب فقلب يتكلمون يقطع الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعظائم الذين قالوا بألسنتنا نتجبر شفاهنا معنا من هو السيد علينا من اغتصاب المساكين من صرخة البائسين الآن أقوم يقول الرب أجعل في وسع الذي ينفث فيه كلام الرب كلام نقي كفدة مصفات في بوطة في الأرض ممحوصة سبع مرات أنت يا رب تحفظهم تحرسهم من هذا الجيل إلى الدهر الأشرار يتمشون من كل ناحية عند ارتفاع الأرذال بين الناس المزمور الثالث عشر لإمام المغنين مزمور لداود إلى متى يا رب تنساني كل النسيان إلى متى تحجب وجهك عني إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم إلى متى يرتفع عدوي علي أنظر واستجب لي يا رب إلهي أنر عيني لألا أنا ما نوم الموت لألا يقول عدوي قد قويت عليه لألا يهتفى مضايقيا بأني تزعزعت أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي المزمور الرابع عشر لإمام المغنين لداود قال الجاهل في قلبه ليس إله فسدوا ورجسوا بأفعالهم ليس من يعمل صلاحا الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ألم يعلم كل فاعلي الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعو هناك خاف خوفا لأن الله في الجيل البار رأي المسكين ناقتم لأن الرب ملجأه ليت من سهيون خلاص إسرائيل عند رد الرب سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل المزمور الخامس عشر مزمور لداود يا رب من ينزل في مسكنك من يسكن في جبل قدسك السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائفي الرب يحلف للضرر ولا يغير فضته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على المريء الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة لا يفارقك الإخلاص والأمانة تقلدهما في عنقك اكتبهما على لوح قلبك فتجد نعمة وحسن التعقل في أعين الله والناس توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك عرفه وهو يقوم سبلك لا تكن حكيما في عيني نفسك اتق الرب وحد عن الشر فيكون شفاء لجسمك وريا لعظامك اكرم الرب من مالك ومن أوائل كل غلاتك فتمتلئ مخازنك وفرة وتفيض معاصرك خمرا جديدة يا ابنيا لا ترفض تأديب الرب ولا تمل توبيخه فإن الذي يحبه الرب يؤدبه كما يؤدب أبا ابنا يسروا به طوب للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفطنة فإن اكتسابها خير من اكتساب الفضة وربحها خير من الذهب هي أثمن من الآلئ وكل ما تشتهي لا يساويها طول أيام في يمينها وفي يسارها غنا ومجد طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام هي شجرة حياة للمعتصمين بها والمتمسك بها مغبوط الرب بالحكمة أسس الأرض ثبت السماوات بالفطنة بعلمه تفجرت الغمار وتقطر السحاب ندا يا ابنيا لا تبرح هذه عن عينيك حفظ الرأي والتدبر فيكون حياة لنفسك ونعمة لعنقك حينئذ تسلك في طريقك آمنا ولا تعثر قدمك إذا اتجعت فلا تخاف بل تتجع ويلز نومك لا تخش من رعب مفاجئ ولا من تهلكة الأشرار حين تجيء فإن الرب يكون معتمدك ويصون قدمك من أن تأخذ لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تصنعه لا تقل لجارك اذهب وعد فإني غدا أعطيك والشيء موجود عندك لا تخترع شرا على جارك وهو ساكن بجوارك آمنا لا تختصم مع إنسان بدون سبب ما دام لم يصنع بك شرا لا تحسد رجل الظلم ولا تؤثر شيئا من طرقه لأن الملتوية رجس عند الرب أما المستقيمون فموضعوا ثقته لعنة الرب على بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين إنه يفخر من المستهزئين ولكنه يعطي المتواضعين نعمة الحكماء يرسون كرامة والأغبياء يحملون هوانا